إن النفس لأمارة بالسوم ويجب أن تعلم أن نفسك ستأمرك بالسوم ستأمرك بالاستمتاع بالملذات أي أن كانت حلالاً أم حراماً فكل ما عليك أن تحارب وتجاهد هذه النفس وتعلم أنها ليست ما تريده أنت أنت المتحكم فيها ولكنها ستجاهدك أنت عليك أن تجاهدها حتى تتغلب عليها فحينما تصل إلى مرحلة التغلب على النفس تقضي تماماً على العادة السري وعلم أنها حرب بين حق وباطل بينك وبين نفسك إن انتصرت أنت أصبحت أنت المتحكم في نفسك وأصبحت قوياً فعلت ما تريد فعلت الصواب وإن انتصرت نفسك وقعت في الشهوات ووقعت في الحرام وهوت بك في النار فالحياة حرب ما تريده أنت طريق وما تريده نفسك طريق وبينكما نزاع أتسلك اليمنى أم تسلك اليسرى ولكن أنت المتحكم ليست لنفسك عليك قوة أنت أقوى منها ولكن إن استسلمت لها ملكتك وإن تقويت عليها واستعنت بالله عليها وعلمت أنك أقوى منها ملكتها وتحكمت فيها وصنتها عن الحرام ولا بد من مجاهدة النفس ولا تقول مثلاً لا أستطيع لا إن لم تستطع لن تستطع إن قلت لن أستطع التوقف عن هذا الشيء لن تستطع أبداً ولو جئنا لك بمئة حال لن تستطع طالما استسلمت لنفسك لن تستطع ولكن قلت أستطيع والله لن أفعل لست تلقي بي نفسي في النار والله لن أطوعك وثقت بنفسك وقويت العزيمة وشددت على إسرك واتخذت خطوات حازمة وأردت الجنة وأردت أن لا تهوي بك نفسك في النار فاعلم أن الله غفور رحيم واعلم أن الله سينصرك على نفسك ولكن عليك دائماً بمجاهدة النفس وأن تعلم وتثق تمام الثقة أنك أنت المتحكم وأنك أنت الأقوى ولا تخنع وتضعف لنفسك كلما أرادت ذلك وما حرمه الله امنع نفسك عنه وجاهدها وجاهدوا في الله حق جهاده فلذلك إن أردت التوقف عن العيد السرية عليك أن تعرف أن هناك نفسك التي هي جوارحك يدك وقدماك وغيرها من الجوارح وعيناك وإذناك عينك التي تنظل للحرام يدك التي تستعمل في الحرام قدمك الذي تمشي إلى حرام كل هذا هي جوارحك وهي نفسك وأنت قلبك وعقلك أنت المتحكم وأنت المسيطر إن أردت حركتهما في حلال وإن أردت مشيت بما في حرام فلا يمكن الجوارح والنفس أن تصدر أمراً من نفسها بل عند استسلام العقل تتصرف أما عن الشيطان فقد قال الله تعالى إن كيد الشيطان